أهلا بكم يسابق المجتمع الدولي الزمن لإيصال أكبر قدر من المساعدات لسكان غزة الذين أخذ الجوع يفتكوا بأجساد أطفالهم المنهكة وبدأ ويبدأ تاريخ في تسجيل عشرات الوفيات جراء الجوع والعطش في أحدث مجاعة يشهدها تاريخ البشري المعاصر توازيا وبعد أقل من 36 ساعة من تعهد رئيس الأمريكي جو بايدن ببناء رصيف بحري مؤقت لتقديم إمدادات للقطاع الفلسطيني المخاصر تنطلق سفينة مساعدة أمريكية من قاعدة لانجلي يوستيس بفرجينيا في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قرب مياه قطاع غزة وتحمل سفينة الأمريكية المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية للقطاع وقبل سفينة الأمريكية تستعد أخرى محملة بالمساعدات للإبحار من ميناء لرنكا القبرصي إلى رصيف لم يحدد بعد موقعه من القطاع لكن يرتقب أن يكون ضاصلة لوجستيا بقطاع غزة إلا أن منظمة أوبن أرمز الخيرية الإسبانية المنظمة للرحلة قالت أن سفينتها التي ترس منذ ثلاثة أسابيع في ميناء لرنكا القبرصي ستكون جاهزة للإبحار في وقت لاحق لكنها تنتظر الإذن أنهائي حيث تخضع لتفتيش إسرائيلي للمساعدات التي تحملها بالتوازي نقل تقارير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ديبلوماسيين ومسؤولي إيغاثة أن الجهود الإنسانية لدرئ المجاعة التي تلوح في الأفق تواجه تحديات لوجستية وأخرى متعلقة بالتكلفة والأمن فبعد أكثر من خمسة أشهر على الحرب المستعرة في غزة والجوع الذي أصبح المهدد الرئيسي لأهالي القطاع تتوقع وزارة ودفاع الأمريكية أن يستغرق بناء الرصيف المائي المؤقت المزمع إن شاءه مدة قد تصل إلى ستين يوما وهي مدة أطول بالنظر للإحتياجات الإنسانية العاجلة للقطاع وبحسب الصحيفة تواجه الخطة تحديات أخرى إلى جانب الوقت تمثل في مياه غزة الساحلية الضحلة والتي ستسبب صعوبة بنسبة لمعظم السفن في الرسو خاصة المراكب الكبيرة الضرورية لنقل كميات هائلة من المساعدة اللازمة للفلسطينيين كما تشير تقديرات إلى أن تلك الجهود مكلفة وربما تصل تكلفة إنشاء الرصيف العائم ونفقات الشحن إلى عشرات الملايين من الدولارات على مدى عدة أشهر وتبقى أيضا مشكلة التوزيع والتأمين تبقى عائقا كبيرا حيث أوضح التقرير أن الولايات المتحدة أكدت أنه لن يكون لها قوات على الأرض وذلك في ظل فراغ أمني في القطاع مما تسبب في فوضى على نطاق واسع خصوصا شمالي قطاع غزة إذن لي نقاشا نرحب بضيفينا مباشرة أولا نرحب مباشرة من واشنطن بضيفينا دكتور سمير تقي الخبير في قضايا الشرق الأوسط بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن ومباشرة من باريس نرحب بيد دكتور خطارة بودياب أستاذ العلاقات الدولية أهلا بكم معنا في المشهد الليلة أبدأ معك دكتور تقي ربما للحديث هنا عن التوجه الأمريكي لإرسال المساعدات إلى غزة عبر هذا الممر البحري إذن هل يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة ربما هنا سلمت بأن مسألة الصفقة أصبحت بعيدة المدى وبالتالي أصبحت تركز فقط على الجانب الإنساني أولاً لجمهور الكريم أستاذ الصديق خطارة بودياب حقيقة الأمر المرتبطين بشكل أو بآخر بقضية الشرق الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ونتانياه جوهر الموضوع المنصة البحرية هو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تتجاهل عملياً القياة أو تحكم إسرائيل بالتحكم بما يدخل لمعبر رفع من المعروف أن معبر رفع كان في الماضي يؤمن كل احتياجات الفلسطينيين في غزة ولكن ضمن الوضع الراهن والسلوك الإسرائيلي المتشدد جداً متعلق بشروط المواد والمواد السنائية على حد يعتبر حد أن الوقود يعتبر على حد سنائية الاستقدام وبالتالي في رأيكم دلالة سياسية في هذا الموضوع هو ليس مرتبط بالضرورة بعملية عبد الأصبع الجارية فيما يتعلق بقضية وقف الإطلاق النار ومنها تحسر بكثير مرتبط بقضية قضية أن هناك شرخ كبير ينشأ الآن سنرى إلى أي مدى سينضي في عدة له عدة ملامح متعلق بتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية لما تدعيه إسرائيل من سيادة على المياه الإقليمية في المتحدة قامت بضغ إسرائيل وليس تنسيق والآن تدعي إسرائيل أنها سوف تدنيا ولكن هذا الكلام يتم الآن نعم من هذه النقطة أنتقل إليك دكتور أبو دياب هنا هل يمكن أن نعتبر أن إرسال المساعدات عبر البحر إلى غزة تحديا لإسرائيل هنا خاصة من جنب الولايات المتحدة هل هي وضع لإسرائيل أمام الأمر الواقع؟ أحييك وأحيي الفريق العامل وكل من يتبعنا والمحاور الكريم الصديق الأستاذ دكتور صمير التقي ونعم هناك نوع من شرخ نعلمه جيدا بين بايدن وانتنياهو وبالرغم من احتضان الولايات المتحدة لإسرائيل بعد السبع من أكتوبر وكل الدعم وآخر ما سمعناه من الرئيس بايدن إن كان في خطاب حالة الاتحاد أو مقابلته التلفزيونية أنه لن يتخلى عن إسرائيل بالرغم من هذه الفوارك لكن إسرائيل على لسان قيادتها تراوغ في هذا الموضوع المساعدات اضطرت الولايات المتحدة لإرسال مساعدات جوية لم تكن التجربة ناجحة ستضطر للانتظار حوالي شهرين لتنفيذ المساعدات البحرية لكنها تريد فرض أمر واقع نعم على الإسرائيليين لأن الوضع في غزة أصبح ليطاق شبح المجاعة الولايات المتحدة لا تريد أن تكون الشريكة أيضا في هذا الموضوع ولكن من الناحية العملية إن كان بالنسبة للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كل الأطراف الأخرى التي تتكلم عن نظام دولي جديد التحدي الكبير في العجز الدولي المطبق هذا التقاعث الدولي عن فرض مرور الشاحنات عبر المعبر لأن التعنط الإسرائيلي على ما يبدو برز كأنه أقوى من الجميع طيب ولكن ربما هل يمكن أن نقول أن هذا ربما التوجه نحو إرسال المساعدات عبر الممر البحري هو إقرار بأن هذه الحرب ستطول لمدة طويلة قادمة ربما نعم هذا الاحتمال وارد جدا لأننا أمامه كما قلت عن المراوغة عند القيادة الإسرائيلية نتنياهو وعد بايدن أن ينهي هذه الحرب أواخر عام 2023 نحن الآن في الشهر الثالث من العام 2024 وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيبقى هناك حرب في غزة لأن الأهداف غير واقعية أهداف العملية الإسرائيلية لناحية الجمع بين التقليص أو إنهاء حماس من جهة وأطلاق صراح الرهائن وفرض السيطرة الأمنية كل هذا يوحي بأن المشروع الإسرائيلي تعتبر إسرائيل أنها في معركة وجود ومن هنا تحاول حسم الموضوع في غزة حسب وجهة نظرها عبر حرب التدميرية وإحكام سيطرتها على الضفة ومحاولة تحقيق الأمن في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان نعم دكتور أبو دياب ربما في انتظار أن يعود إلينا دكتور تقي هنا نظرا لمشكلة تقنية في الصوت وصل معك حول ربما نقطة التوزيع هذه المساعدات وطالما أن ربما هناك أزمة داخل قطاع غزة في مسألة ربما تنسيق توزيع هذه المساعدات على مستحقيها هناك مسألة توريحات وهي إمكانية وجود قوات دولية يمكن أن تدخل قطاع غزة لربما أن تقوم بهذه المهمة هل تعتقد أن الأمر يمكن أن يصل إلى هذا الحد؟ هذا الأمر أمامه عدة عقبات أبرز العقبات موافقة إسرائيل هل تريد إسرائيل أن يكون هناك شركة؟ العقبة الأخرى القوى الموجودة على الأرض في غزة حركة حماس والفصائل هل ستقبل بالقوات الدولية؟ أما العقبة الثالثة إقرار ذلك يجب أن يمر بمجلس الأمن هل يمكن لهذا الحد الأدنى الدولي أن يكون هناك توافق على الموضوع؟ أشق في ذلك ربما الأوليات المتحدة تطمح لتعاون مع دول عربية معينة أن تطمح لتعاون مع السلطة الفلسطينية أو على الأقل مع قيادات محلية من داخل غزة من أجل تمرير هذا الموضوع الرهان هو على وجود قيادات من داخل غزة تقوم هي بالتنسيق من أجل إدخال المساعدات لأن الكثير من المساعدات في البر كانت هناك عصابات تعطل التعامل الإسرائيلي كان من جهة وكان هناك عصابات تعطيل من الجهة ولكن طالما أننا فتحنا هذا القوس يعني يقال أن هذه القوات الدولية التي قد تدخل ربما تحت مهمة توزيع أو تنسيق المساعدات قد يصبح ربما أو قد تصبح مهمتها هنا ربما فيما بعد يعني هي مرحلة ربما حتى سياسية ما طالقك على ذلك؟ هذا كله وارد لأنه في النهاية لا يمكن ترتيب الوضع في غزة بهذه السهولة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ستطلب الكثير من الوقت لكن المرحلة الانتقالية تتطلب هذه الرعاية الدولية لوقف حمام الدم ومن أجل إنقاذ الفلسطينيين إسعافهم منع شبح المجاعة هذا شيء يمكن أن يكون إيجابيا لكن كما قلت يجب أن يكون هناك حد أدنى من عفاق الدولي للوصول إليه نعم دكتور سمير تقي عاد إلينا من جديد الآن ربما لنتحدث الآن عن هذا الموضوع الذي ترحنا أيضا ربما ليتوا مع الدكتور أبو دياب هو ربما مسألة تنسيق هذه المساعدات التي ستتدفق بغزارة على ما يبدو في الفترة القادمة إلى غزة طرحت مسألة القوات الدولية هنا والتي يمكن أن تقوم بدور في هذا الإطار هل تعتقد أننا ربما قريبون من هذا السيناريو؟ يبدو أن هذا هو ممر إجباري لحل هذه القضية من جهة مقاتلي حماس هم تحت الأرض ولا يمكن أن يظهروا على سطح الأرض وهناك قياب كامل للإدارة المدنية خاصة بعد تفكك بنية الأنروا على الأرض وبالتالي الإدارة المدنية بالكامل في حالة انهيار وهناك محاولة لإعادة الترميم إذن نحن في سباق مع الوقت فيما يتعلق بالمجاعة الزاحفة في غزة وبالمقابل لا يمكن أن ننتظر حتى تتعافى سلطة الفلسطينية وتتعافى البنية المدنية في غزة لكي تقوم والدليل يجري توزيع المساعدات وتنظيمها بشكل عادل ويحل المشكلة كما شاهدنا أن عمليات بعض المساعدات من الجو قد أدى إلى ضحايا بين الفلسطينيين بسبب الفوضى الهائلة القائمة وعدم وجود قوة منظمة قادرة على الضغط الأمور لذلك أعتقد أنه يمكن أن نتصور بشكل موضوعي ليس بالضرورة قوات مسلحة ما من دول معينة تقوم ولكن الأهم هو وجود نمط من أنماط التنظيم الإداري لعمليات المساعدات ولا شك أنهم بلا شك سيستفيدون من خدمات الأنر وسجلاتها وما يتوفر لها من بنية تحتية من أجل إنجاز ذلك نعم ضيفانا الكريمان أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لمواصلة النقاش سنعرض بعض التفاصيل الإضافية ونعود إليكم بعد لحظات لمواصلة الحديث